تعالوا نقول ترتيلة ما تقولش الهام وما تخافش ونفكر وإحنا بنصليها كده في المعاني الجميلة بتاعتها ما تقولش الهام وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بنامسي وملوس حدود ما تقولش الهام وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بنامسي وملوس حدود الطم نروح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مزدود ويريت نديلو لما هتقيلو السوق هيشيلو وهيبقى ورود ربنا موجود ما تقولش الهام وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بنامسي وملوس حدود ما تقولش الهام وما تخافش ربنا موجود قول لا إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون يا سلام يا هناك طلمه ويناك عايز قوانك وعالك بيسود لو كان مسغول عنك على طول الهم يزول والفرح يعود ربنا موجود ما تعالس الهم وما تخافش ربنا موجود دع إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون ما تعالس الهم وما تخافش ربنا موجود دع إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون لو ماسك فيه ومسلم ليه عمرك وعلي عالة المسنود شرك يمحين عمرك يبني حالا انت لئين ما بقس مهدود ربنا موجود ما تعالس الهم وما تخافش ربنا موجود دع إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون ما تعالس الهم وما تخافش ربنا موجود دع إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون دع إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون دع إلهك حين بينا نشي وملوه شحدون وإحنا بصراحة مش عاوزين نتغير إحنا كان عجبنا حالنا على كده ففي معركة جوانية كده الروح القدس عاوزنا نتحسن نتغير وأنا بميل كإنسان إنه ما تغيرش ما نكويس وخلاص ما هي ماشية ما قضينها أكل وشرب وخروج وضحك وخلاص ودينا برضو بنعرف ربنا هو عاوز حاجة تاني وإحنا عاوزين الأولاني ومش عاوزين نتغير ففي معركة داخلية لأول مرة أخد بالي إن الكآبة جزء ضروري من رحلة التغيير والحمد لله أنا مش محتاج أوعصك عن الكآبة أنا مفيش حد يعني بكلمه أو بيبعث لي إلا ويقول لي إيه حلت والحمد لله كآبة وضيء وتبرم وخنقى وزهق ووحدة وخوف وقلق وكل كلام الإيه ده ساعات أقول له رب انت بتحب تشوف عيالك فرحانة طب إيه ده بقى لا هو الكآبة طلعت إنها جزء من رحلة التغيير زي كده إيه وانت بتتعالج في حاجات كده لازم تحصل معاك منها حاجة اسمها الكآبة بس ده اللي سمها الخديس بولس الحزن الذي بحسب مشيقة الله يعني فيه حزن كده يحل على القلب محدش بيحب يبقى متدايق بس ساعات في نوع منه كده اللي جاي بمشيقة الله ضروري عشان تتقدم وتتغير وتدخل في الفرم تعالوا نحكي في كام مسأل كده كلكم حافظين أولاً أيوب أيوب ده بقى أبو الكآبة في الكتابة أيوب طبعاً معاه حق في إنه يكتئب محدش يقدر يقول له ما تكتئبس معاك مليون حق بس يا الكآبة جابت له إيه في الآخر أيوب هدي جداً وصفي وفرح وسجد للأرض وشكر ربنا وعاش بعد ده كله سنين طويلة قوي قديس عظيم جداً وبقاله شفاعة تذكر في الأنبياء بعدها بألف سنة يا رب أنا يقول له وقف أيوب قصادي يا يا رب أيوب يقف قصادك بعد ما مشي بألف سنة لسه له ذكر في السماء كده وقيمة طبعاً ليس بس يصلي للإصحابه لا ده أيوب ده بقى حاجة كبيرة قوي ده تغير قوي إيه التغير اللي حصل لك أيوب غالباً الإجابة الأولى هيتحق كده وقول لنا إيه تعلمت التواضع أنا كان عندي حاجات حلوة كتيرة قوي بس ما كانش عندي التواضع إنما الكآبة دي قصرت فيي لما قصرت بس جابتلي هدية كبيرة قوي اسمها إيه التواضع طيب يعقوب أبونا يعقوب ده بقى بعتبره نمرة اتنين في الكآبة ده يعقوب بن سحق ليه؟ ده الراجل فقد مراته رحيل وفقد ابنه يوسف ودول أغلى اتنين في حياته وإيه ده الراجل ده شاف المسيح فيعني بعد ما تابع أو زقول يعني ما كانش وحش قوي عشان يفقد مراته ولا يفقد ابنه فطبعاً فطبعاً يعقوب بك لما اتعمى طب يعقوب أنت تعلمت إيه بالكآبة؟ قالت تعلمت الصلاة أنا كنت بصلي بس بعد بقى العلقتين دول أنا ما بقتش بعمل حاجة غير بصلي فأنا الحياة بشكر الكآبة اللي هدت قلبي اللي خلتني ما عنديش غير قولت يا رب نروح ليوسف يوسف اكتقبت يقول طبعاً أنا حياتي في أبويا وأنا عايل صغير حضن أبويا ده أغلى حاجة عندي وأخويا بن يمين الصغير حاسس دي رسالتي ومسئوليتي اتحرمت من أبويا وتحرمت من أخوي وترمت عبد ومسجون وبهدلة يا ما بكيت طب تعلمت إيه يا يوسف؟ لا لا ده أنا اتغيرت ده أنا إيه؟ ده أنا انتصرت على الكآبة بالحب وأنا بكتائب كنت جوايا غل من إخواتي اللي حرموني وأرجع أقول له يا رب أنا عارف أنك مش بتحب الحتة دي يقوم الحزن اللي جوايا ده بغلبه بالمحبة هفضل أحبهم يا رب عشان أعجبك عشان أبويا يا عقوب يرضى علي كمان فهنا يوسف انتصر انتصار داخلي على عدم المحبة بالكآبة والكآبة وغلب الكآبة دي صنفرته خلته نقي جدا لما إخواته جايين يقولوله يعني ارحمنا اللهم انتوا بتقولوا ايه؟ أنا بحبكو بجات رغم كل اللي عملتوه طب تعالوا نروح لموسى يا موسى أربعين سنة بتتحصر على الأربعين الأولى كآبة ما بعدها كآبة ده الواحد لما بيفقد بس إرشين بتعكن ده انت فقدت الفلوس وفقدت المركز وفقدت الهوية وفقدت كل حاجة طب انت عايش ليه أساسا يعني أكيد موسى ده عد عليه كآبة ده بيشتغل عند حماه بيرع شويت غنم بعد ما كان عنده زي حماه ده عشرات بيخدموه مثلا طب ايه موسى الكآبة عملت فيك ايه؟ هلا ده أنا كآبة غيرتني برضو ايه؟ زبطتني من جوه كده أنا بالكآبة بالحزن المقدس ده أنا شفته المسيح وأنا لو كنت عبت في أصر فرعون كنت عمري شفته ولا عمري كنت أحلم أتكلم مع ربنا كده فمن لأذن أنا كان ممكن أبقى صديق الله من غير الكآبة دي إنما مدرست الكآبة دي طلعت مني ايه؟ صديق لله ما كنتش أستاهل ده كله إذا نبصوا الكآبة اللي احنا بنشكي منها دي دي جزء من خطة التغيير ده حزن مقدس بنعمة ربان أنا بكلم أولاد ربان اللي هما يغلبوا الكآبة الرادية اللي تسوقهم في النكد والإحباط واليأس وتاخدهم نحية الصلاة والتواضع والتسليم لأراضة الله والانتصار الداخلي ده تعالوا ناخد شخصية تاني يا شو عد عليك كآبة يوه ده في يوم كان ما عديش علي شمس يوم ما سبعة ورشين واحد راحوا مني في موضوع عاي ده وحسيت بزن بفظيع وبقيت قاعد على الأرض زي اللي ايه؟ مات لي ولادي وما بقيتش طايق نفسي وقعدت أقول له خركتني ليه بقى من الأردن وخلتنا ابتدي ليه؟ وإيه اللي خلكت الدين المسئولية دي بس أديني بواسط الدنيا كلها وكان يوم كئيب جداً وأنا حاسس بالزنب طب عملت ايه؟ كآبة عملت فيك ايه؟ قال لا ده أنا غلبت الكآبة بالتدبير ده ربنا علمني كيف أقود الشعب وسط المشاكل ده أنا تعلمت درس للعمر أنه الجولات الأولى دي ما قفش عندها وأن الهزائم البسيطة دي وراها انتصارات كبيرة قوي وأنه لازم يبقى فيه ضيقات لازم ووجع قلب ما هيضيقها يعني القلب يضيق برضو وهو لازم يبقى فيها كآبة إنما كآبة دي خلتني أقوى وخلتني قائد قوي وخلتني أرفع رأسي وأقول بقيت زي بويا برضو تشبهت بموسى اللي ما كنتش أحلم إن أنا أبقى تلميزه يونان عد عليه كآبة ده برضو ايه؟ مدرس كآبة يونان كل شو يقول له رب خدني اكتأب جوه الحوت وكتأب بره الحوت واكتأبت يعني من غير يقطينا ايه الحكاية يونان قال لا ما نبصوا أنا ربنا بالكآبة دي خلاني أطفط من فكرة غلط أنا كنت عايش عندي فكرة مفيش غير ربنا بتاعنا احنا بس واليهود بس هم بتاع ربنا وأي شعب تاني يتحرق أنا ربنا قال لي هعرفك قلبي هل غير دماغي جزب عنك هحط الفكر بتاعي جوه دماغك حتى لو اكتأبت شوية فهل الكآبة خلتني أفهم ربنا واعرف إنه قلبه على العالم كله واطلع بره حدودي الديقة وشغلي تحت رجلية كده مع شوية يود مطلعين عنية لا ده ربنا ده حكمته علي داود اكتأبت هل طبعا اكتأبت ده انا يا ما اكتأبت هو في حد زي عاش في الهربان زي الفار في الجبل سنين محروم من اهله محروم من النومة الحلوة ومحروم من عياله في وقت يا ما اكتأبت وانا بشوف انه اللي انا بحبه بيكرهني ومش هارف اقوله بحبك مش رادي يصدقني يا ما اكتأبت وصديقه عمري مش قادر اطول ولا اعاعد معاه وبعدين يموت ويسبني في الدنيا دي الوحدي يا ما اكتأبت وانا بدفن ولادي وفي اصعب من كده امنون وبعدين ابشلوم يعني يا داود عد عليك اكتأب ده عد عد يعني طب وبعدين قال بس انا ربنا استخدم كابتي اسيب رصيد مزامير للبشر اخلي كل المكتئبين اللي ورا مني يقولوا ورايا بقى مزامير كتيرة فيها مشاعر حزن ومشاعر شكوى طلعت وليدة هذا الحزن المقدس فداود تنقى بالكآبة قلبه نضف اوي بقى حسب قلب الله كل دا جاب من الحزن المقدس اذا احبائي ما تنزعجوش اوي لما تقولوا ليه ربنا سمح لنا بالضيقة او بالكآبة دي الكآبة جزء من رحلة تغييرنا للافضل بس عاوز واعي في اتجاه نشوفه دلوقتي ازاي امشي ورا سكة الناس دول الدول اكتأبوا اكتر مننا حزنوا اكتر مننا قلبهم بكك اكتر مننا بس كذبوا كتير اوي لما نروح لبطرس هيا بطرس تعرف طعم الكآبة يقول لنا وهي الدموع المرة دي حد يعرفها زي ده انا بكيت بكاء مر عمري ما بكيت في عمري والعلى اعرب الناس زي ما بكيت بعد الانكار وكرهت نفسي وما بقتش عاوز اعيش اكتأبت يا بطرس طبعا اكتأبت طب وبعدين قال لا معلس حضنه ده عوضني كتير اوي وبعد كده انه يقبلني واخدمه واشهدله وموت في اخر حياتي عشانه ده ده كآبة دي هي ليه فضل علي رجعتني اخر واحد خلاص كنت انا شايف نفسي اول واحد ما كانش ليه علاج غير كده كآبة دي رجعتني بقيت باصص لكل اخواتي كلكو احسن مني كلكو احسن مني وبكتير كمان خلاص الدرس ده دخل مش هيطلع ابدا بقيت العمر يا بوليس دقتك اابا ولا انت ملكش في الموضوع روحو اقرو كورونسوس التانية تشوفوا القديس بوليس ده بيكرر كلمة مكتئبين في كل شيء بيكرر في نفس الرسالة راجل بيقول تسقلنا جدا فوق الطاقة حتى اياسنا من الحياة طب ايه يا بوليس يعني ليه واحد زيك يكتئب طيب ده انت بتعمل معجزات وربنا شغال معاك يعني اشتغلش مع حد كده بالمنظر ده انما بوليس يقول لا ده انا من غير الكآبة ما كنت شاف فهم رسالتي ده هي الكآبة دي هي اللي كانت بينقلني بيها من حاجة لحاجة عشان اطلع من تعلقي باليهود للامم كان لازم ليه خدلي شوية كآبة عشان ابطل اتكل على شوية امكانيات عندي دي خدتلي كده ايه مرحلة كآبة جديدة قوي عشان لا اتكل على نفسي خالص كان بيعالجني اذا كل القديسين عدوا على الكآبة المفيدة او الحزن حسب ما شيط الله فاللي احنا بنعدي بيه وانا شايف نشكر الله موجة شديدة وسط الخدام ولاد ربنا فيها حتة كآبة غصب عننا تعالوا نبصلها انها جزء من رحلة تغييرنا ضروري نتغير مش كناش هنتغير بالوعظ بس في مرحلة استسلام للكآبة ساعات بتحصل كده مثلا نشوفها في إيلية إيلية الراجل قالوا يا رب خدني لما إذابل هددته صعبت عليه نفسه وحس ان ما فيش فايدة والناس كلها مشت غلط ومحدش عارف ربنا وهو زي اللي فشل في رسالته كنبي فعمل حاجة غريبة اوه كل ونام انا عارف اللي انتو سمعيني دلوقتي في كتير منكم قضيها ايه يفتح التلاجة ويدخل على السرير وعاوز اليوم يعدي وخلاص بيزقوا زق كده بس خلي بالكم مش ده العلاق ربنا سابه على فكرة بعطله ملاك ساعته عشان ايه طب طب عليه بس ويقول له طب ماشي ماشي كله ونام شوية ما حصلش حاجة في الاول لكن مش ده العلاق خده عالجبل بقى وزبطه مالك ايه الحكاية مشانها معاك ايه اللي يحصل في الدنيا يعني مش كله بايدي انا ادي النار بتاعتي وادي الزلزال وادي الريح وادي وده انا موجود بكلم معاك مالك ابقيت لنفسي الاف حبيبي اسمعني انا ما تسمعش قلبك الفاير ده وبعدين رجع بقى الي ايه خد بقى الصيام تاني والصلاة تاني وقلت النوم تاني وكمل بقى اه نظامه القديم في مرحلة استسلام ساعتي بقى معاها كده نوع من الايه الاحباط شوية يعني ما تتخضوش لما تلاقي نفسك من كتر الكآبة مستتقل حتى العمل والروح ليكش نفس زهقان من كل حق وحتى عارف الواجبات اللي عليكم مش عاوز تعملها وواجبات يمكن كتير منها كنت بتحب تعملك خلاص تسدت نفسك صدقوني مرحلة ما تخافوش وهتعدي لكن برضو ما تستسلمش اوه لما يقرب من دماغك فكر الموت كتير حاسب برضو هي صيدي مرتبطة بالكآبة لكن اياك تعمل حاجة في نفسك لا خلي بالك انت تابعه ربنا بيحبك بجاد وبيعالجك بس ما هو العلاق شوية في شوية حاجات كده صيد افكتس كده لازم تعدي فالكآبة دي مرحلة لكنها تطلع وتفرح وتتغير وتتزبط فاول مرحلة نقدر نقول مرحلة الاستسلام ودي ارجوكم ما تسيبوها اشتطول تاني مرحلة هنسميها مرحلة المواجهة الوعية يعني ايه عجبني اوي داود لما قال لنفسه لماذا انت حزينة يا نفسي لماذا تزعجينني يا نفسي طيب دلوقتي في مشكلة ودلوقتي في حرمان ودلوقتي في ضغط نفسي طيب امبارح مش ربنا سطر واول امبارح مش ربنا عمل معجزات واول اول امبارح كنت ورا الغنم وبقت ملك وقبلها وقبلها كنت هتشوف الموت على الاسد والدب وربنا انقذك هو ايه اللي حصل فهنا المواجهة دي مع النفس دي بتطلع من الاستسلام بتعالج الكئاب خبر ايه يعني حصل ايه ايه اللي في الدنيا يستاهل وان موتنا للرب ان هموته ايه يعني اللي ممكن يحصل في الاخر مش احنا ولاده فهنا المواجهة مع النفس دي تحط الامور في مطرحها لان مع الكئابة الشديدة والاستسلام الحاجة تضخم قوي 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 ومتشوفش جنبها ولا حاج عيد له بتشوفش انك معاك ناس طيبين عايشين معاك ومعاك امكانيات حلوة وربنا معاك ربنا نفسه معاك ما سابكش بس ده مع الكئابة ساعات متشوفوش كمان ارجوكو في المواجهة الوعية بقول وعية ليه لان مش مواجهة نفسية كئيبة ده استسلام لا مواجهة وعية يعني بواعي نفسي انه مخربتش ولا حاجة والدنيا بخير وفي خير كتير قوي كمان بواعي نفسي بكلام ربنا لان كلام ربنا هو الحق فارجوكو لما تعملوا مواجهة وانتوا في حالة كئابة فتشوا الكتب الكتب فيها فرح كتب المقدسة فيها المسيح فيها السماء فيها النجاع فيها كل حاجة حلوة امسك قلمك وعلم انا ما كنت شايف الاية دي واجه نفسك بصورتك اللي الانجيل بيقولها لك بيقولك انت حبيب ربنا انت ربنا بيعمل كل ده عشان ترجع السماء انت ربنا بيصلح فيك عشان لما تقابله تبقى يعني في صورة انت نفسك فرحان بيها كلمة ربنا المواجهة دي هتفوقك شيل ده حط ده اعدل ده زبط ده اجري يلا انطلق خلاص كده انت تمام واجه مع الاب الروح ياريتكم ترجعوا لاباكم الروحين باي طريقة اليومين دول لانه لما بواجه النفسي وبواجه الانجيل انا بقرى الموقف صح طب يا حبيبي اروح اجري على ابوك ابوك ده هيساعدك في المواجهة هتسمع منه الواقع انت لوحش اوي ولا حلو اوي انت في الاخر ضعيف زي كل الناس وربنا بيحبك على كتب وبيغير فيك بيعالجك تليه مستكتر ان ربنا يتعامل معك بتركيز ويزبط فيك حاجات دي مرحلة المواجهة الوعي المواجهة دي عملها مثلا في الكتاب سخص اسمه قليه ساب حكيم فضل سامع ايوب والثلاثة صحابه عملين ايه يتراشقوا بالكلام بس المواجهة مش مظبوطة فقال له قاعد قاعدة كده مع ايوب وقال له تيجي نتكلم كلام بالراحة كده وتسمعني من فضلك انا صغير بس تعالنت واجه هو مش ربنا اده كتير هو مش ربنا برضو ما بيغلط ولا انت رأيك ايه وهو مش ربنا ممكن يكون له حكم احنا مش فاهمينها ابتدى الراجل يقول كلام عائل قوي بس التاني ايوب فضل سامعه زي اللي بيقول اصح انا زي فتني ده كله فابتدى يتواجه مع امور من لسان انسان طيب عائل شاب صغير لما موسى كان طالع بقى حاسس انه خسران كل حاجة بعد ما قطل المصري وهربان من فرعون وحالته حال خد خلوة الخلوة دي عملت مؤكهة ايه يا فرعون كنت عاوز ايه كنت عاوز اختم ربا طيب خلاص تخدمه بس في المعاد والطريقة اللي هو يقوله مش اللي انت تقوله ده انا كان قلبي على العبرانين الغلاب حتى ده ما نفعتش فيه لا لا قلبك عليهم بس دي لسه شوية لسه الوقت وربنا له ما وعيده الخلوة بتاعت موسى الطويلة مش عاوزانها تبقى 40 سنة لكن الخلوة الطويلة دي عملت مواجهة موسى عارف حقيقته بجد انا انسان ضعيف انا بعرفش اتكلم انا نسيت حكمة المصريين بتاعت الفرعنة ساعتها قال له لا انت فيك حتة جميلة يا موسى انت بتحب شعبك بجد انت قبيت ان تدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان تزل مع شعب الله هي دي قليلة عند ربنا لا يا موسى ربنا شايلها لك دي كبير قوي عنده دي وبعدين يسرون يواجه موسى يسرون يقول له ما لك ما كاركب روحك كده يسرون وانت تقدر تكلم موسى كده ده كلمة الله معلش ده انا بحبه لازم اواجه لا اللي انت بتعمله غلط بتحرق في روحك ليه كده ما توزع الشغل ما تخليك انت بس في حاجة الصلاة والحاجات الكبيرة وتخلي الحاجات الدانية دي كلها متوزعة وعمله نظام وموسى قبل المواجهة في مواجهة وعية حصلت مع بولس بولس برضو كان داخل سخن قوي لما عارف المسيح وبعدين الابواب كلها بتقفل دمشق بتقفل وورشالين بتقفل والناس خايفة منه وراح ترصوص ايه رب رفضني مش عاوزنا اشتغل عندك خدخل وطويلة لولا ما جاله برنابة في ترصوص وقال له تعالى تعالى هتخدم في مكان لا تعرفوا وناس ما توقعتهم هنبتدي في انتاكيا وهيبقى جزء من خدمتك الامم حاضر ما انا منقلت ما انا مش لها حاجة عملها ما انا قاعد كده عاطل بقى لي مدة وقلبي بياكلني لاني صعبان علي انه ابقاني بس اخدم ومش عارف اخدم معلش في مواجهة وعية كده بالنبع عملها قال له لا مين قالك انك لازم تخدم فوق الشليم ويهود انت لم تربس كده تعال معايا بس فالمواجهة الحلوة دي حركت بولس بعد كآبة وبعد فترة كده يعني واقف حال الى انطلاقة جديدة يبقى مع الكآبة المغيرة المفيدة الحزن الذي حسب مشيط الله احذروا انه مرحلة الاستسلام تطول ودخلوا على مرحلة المواجهات مواجهة مع النفس بالخلوة مع الاب الروحي مع كلمة الله وبعدين تدخلوا بقى على مرحلة مهمة او اسمها القرارات والخطوات ماهو التغيير ما بيكملش غير لما تاخد قرار وتمشي خطو خطوة تجيب خطوة بقى فخلي بالكم الانفعالات اللي جوه حلو ومر ده التقليبة دي بتقلب جوانا المشاعر عشان نحصل نطلع بموقف ناخد قرار مع الكآبة اللي جوانا مثلا ايوب خد قرار انه يتصالح مع الله اللي حصل له كان قفلوا من ربنا مزعلوا من ربنا فمجرد ما حط راسه سجد تجربة وقفت والدنيا نوارت لانه ده كان قرار تصالح مع الله وتعايش مع الموقف خلاص الولاد ميسيو والفلوس راحت هتعايش قرار المصلحة والتعايش لقينا ايوب بقى الدنيا ايه بتجري معه جاري وربنا عوضوا اضعاف عن اللي قبل مثلا يعقوب انا باخد نفس الشخصيات اللي قلت عد عليها كآبة شديدة اوي بس حصل تغيير واضح يعقوب بعدما وقف في كآبة شديدة بعد يوسف يعقوب ده ارتقى جدا عشان لا يقل عن ابراهيم وسحاء روحيا يعقوب ده جوه بقى سماء قيل عنه انه كان ينتظر المدينة التي صانعها وبريها والله المدينة التي لها الاساسات بقى تعينه على السماء يعقوب انت عينك في السماء ده انت عينك فوق بخوك ده انت عينك في الدنيا ده انت كنت ما اقطع السماء او ده الله قال ما هلنا شفته والتجربة والوجع العد علي الجامد ده خلاني من جوه فعلا الدنيا ده رخصة خالص بقت نبسى روح السماء نبسى شوف ربنا وبعدين ربنا فرحني قبل ما مشي شفت ابني كمان وشفت احفادي كمان ولادي يوسف سنحصل تغيير داخلي عظيم جدا في حياتي عقوب بالكآبة لانه بعد الكآبة دي قدر ياخد قرار انه مش فارق مع الدنيا يوسف الكآبة عملت في ايه خليته ياخد قرارات انه هينجح يوسف كاي شاب بتعرض لصدمات كان ممكن يقول ايه بايزة بايزة خربانة خربانة ويضايع نفسه يوسف استفاد من الحزن المقدس وخد قرار انا هشرف ربنا وهشرف ابويا لو عايش او مش عايش انا همشي صح فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا الكآبة اللي عدت على يوسف خلته عض مناشف جدا فخد قرار انا هنجح وامشي صح فاي مكان هروح لغاية ما وصل بقى مخلص العالم في زمن موسى خد قرار بعد فترة الكآبة والمواجهة الطويلة دي هشتغل معك يا رب هشتغل تاني بدل انت اللي عاوز نشتغل قبل الرسالة ورح لفرعون مع ان الموقف ده كان تقيل على قلبه جدا مشوار ده مكانش سهل عليه ابدا اللي عاوز يرجع مصر ولا عاوز يشوف فرعنا تاني لكن دخل على فرعون عشان يكمل رسالته وابتدت بقى الحكاية تختلف بعد كده كتير اذا التغيير يبدأ بكآبة شديدة بحزن بسماح من الله لكنه ينشئ توبة اللي خلاص بلا ندامة ينشئ تغيير حقيقي بس التغيير قبليه فترة ايه مواجهة وعية ثم يثمر خطوات عملية يشوع بعد الانهيار بتاعي ده صلى كويس وابتدى يفكر ويرتب واكد بقى عالشريعة طلع بالدرس سألهم اللي اللي اخبطها دي كلها عشان نسينا كلام ربنا وعودوا بقى احفظوا معايا كلام ربنا وبقى مضاقق جدا في كل كلمة من كلام ربنا تعلم الدرس ومشي يشوع زي الفل بعد كده في انجازاته والشعب كله مشي في زمن يشوع في منطقة التقوى يونان بعد فترة الكآبة خد قرار يتقبل الامم خد قرار يحب الناس اللي ما كانش بيحبهم خد قرار انه يشتغل مع ربنا بارادة ربنا مش بارادته زي ما ربنا يحطه خلاص يا رب مفيش ترشيش تاني ونينوى لو في نينوى ماشي اللي يريحك داود خد قرارات انه خلص صلى حياته اما انا فصلى بعد كل بقى مراحل الكآبة والحزن دي تحول الى او استعاد مرة اخرى حياة المزامير اللي ابتدى بها قال اما انا فصلى يعملوا اللي يعملوا فيي الشاطين تخبط فيي والمشاكل ترزع فيي اما انا فصلى صرت كبهي من عندك ولكني دائما معك امسكت بيدك اليوم بمشورتك تهديني وايضا الى المجد تأخذني خدني في الاخر على السم اما بطرس ايضا طلع بقرارات بعد الحزن الشديد ده لان خلاص هشتغل معاك رب هشتغل احسن من الاول وعمري ما هزبه اخوتي تاني وعمري ما اقول انا تاني يا رب خلاص تعلمت الدرس هبقى في الاخر مش في الاول وبعدين ربنا اموقفه اول واحد يوم الخمسين قال له انا اللي وقفك بقى قال له خلاص اللي تؤمر بي ما بقيت سبقى اقول رأيه اللي انت عاوزوا نعمله رب بولس بعد فترة الحزن والمواجهة الواعية اللي حصلت دي وصلنا الى قرارات وخطوات دخلنا على الكرازة للامم وساب نفسه وابتدى ربنا يحركه في الامم ويعمل بيه رحلات تبشرية وينور بيه بلاد كتير قوي ليه لانه لما حزن حزن مقدس مش بس تعزة اصبح ايه عاجينة طرية في ايد ربنا عمل بيه اللي ما تعملش في اول حياته حتى بعد معارف المسيح رسالتي ليكو النهاردة حبايبي لو كنتوا مكتئبين بسبب ما يحدث ما تستسلموش للكآبة لكن تقبلوها من يد كجزء شفائي جزء علاجي اكيد فيه تغيير كبير في حياتك ربنا ناوي عليه ممكن بقى نفهمه سواء ممكن نعمل المواجهة دي ونقول ماذا تريد يا رب بقى انا افعل ايه بقى التغيير الكبير اللي لازم يحصل لي وايه الخطوات اللي امشي فيها يا رب عشان اعجبك بقى وامشي صح وكفاية اللي اخبطة اللي حصلة قبل كده وكتر خيرك يا رب كورونا دي ان كانت توجع قلبنا بس تظبط حالنا واتغيرنا يبقى ليه كل مجد وكرامة الى الابد لالهنا كل مجد وكرامة تفضل ونصال ترجمة نانسي قنقر